يستعد نادي الصناعة من بغداد وكويا من السليمانية للمشاركة ببطولة الأندية العربية الأبطال بالدراجات التي يضيفها المغرب في أيلول المقبل أمين سر الاتحاد العراقي للدراجات أحمد صبري أكد أن اتحاده تلقى دعوة للمشاركة في البطولة العربية للفئة كافة متقدمين وشباب وناشئين ونساء التي تنظمها الجزائر مطلع تشرين ثاني المقبل مضيفا أن الاتحاد سيحضر برنامج إعداد هذه البطولة بعد انتهاء منافسات النخبة للموسم الحالي التي ستقام في مدينة السماوة خلال آبا المقبل